خلق الإنسان من صنفال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشفقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بوزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الألؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت فإذا انشقت لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لتكذبان يعرف المجرمون يوسف من أجنبهم يؤخز بالنوافين ونسلم من أجنبهم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوعة أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ترجمة نانسي قنقر